الموضوع اللي اختارنا نتكلمو فيه اليوم بلسان المغاربة هو حراسة السيارات العشوائية وضيفنا الأستاذ عبدالقادر بوخليفي المحامي بهيئة الدار البيضاء مرحبا بيك أستاذ أهلا وسهلا أستاذة مساء الخير ورمضان كريم علينا وعليك علينا وعليك أستاذ بوخليفي حراسة السيارات من حيث المبدأ هي مهنة المفروض أنه ينضمها القانون وأن الأرباب هذه المهنة عندهم رخص وقتاش كنتكلمو على حراسة سيارات عشوائية وغير قانونية هو بالمنطلق القانوني والاجتماعي هذا موضوع متشعب يعني مني أريد أن نضرب الدارجة نتكلمو بالدارجة طبعا برنامج رمضاني مغريبي تتواصل مع قرب مغربة حقيقة نحن موضوع شائق صعيب شوية لأنه تلامس واحد فئة الاجتماعية هو من حراس يسيارات وهذا الحراس كين في مجموعة من الفئاس يعني في مزار ديال الناس يعني تبكين كين الناس اللي هما قانونيين يعني عندهم واحد إيطار قانوني تخدمو يعني عندهم مريقات ديالوغ ناس قانونيين عندهم رخص أو تخدمو مع الشركات يعني كأجارة نعم يعني هذو يعني يجي حددهم القانون هذو ما تنتكلموش عليهم هذو طبعا الأمور ديالهم مريقلة بالتعبير الداريجي كنتكلمو على حراسة السيارات العشوائية تنتكلمو على أماكن يعني اللي كتعتبر ملك عام وما فيها حتى شي ترخيص وكيجي شخص بسطرة صفرة أو بشي باج اللي هو ما عنده حتى أساس سنقول الجيل أسفر الجيل أسفر بالنسبة للجيل أسفر لأن كان يعني تلون شاطاء يعني في الميدان ديال التواصل الشيماعي يعني كانوا كانوا دل واحد الحملة هضروا على صحاب جيل أسفراء وكان واحد سيفزازات يتعرضوا لها يدخصنا بعدها هضروا على الإطار القانوني يعني هذو الناس في كينين كان أراضي تابعة الجامعة أراضي تابعة الدولة أراضي يعني ديالدولة سيفزاز ديال الأشكال واش أراضي يعني ديالغابوية يعني فادي الميناء أراضي ديالقيش واش أراضي ديالجومو واش أراضي قريبة الأنهار يعني واحد مجموعة وكين هناك مناطق أراضي ليدي ديالخواص يعني هذه المسائل الكاملة يعني يمكن يكون إطار ديال هاد الحارس إما تعمل طرقة قانونية أو لما كانت عند الرفصة لمزاولة هاد المهنة كحارس يعني أوسا نقوله بدرجة كأساس على السيارات أو بالمناسبة كلمة أساس يعني كلمة عربية وصحة يعني ستعني أي واحد تقوم بحراسة ليلة يعني هاد الناس يعني لم يكنوا إطار داخل إطار قانوني ومحصص على الرخص القانونية المناسبة التي تسلمها يعني يسلمها رئيس الجماعة ضمن الصلاحيات المخولة له ضمن الفصل الإنمية يعني الفصل الموالية من قانون بتعليق بتنظيم الجماعات يعني لم يكن تحصل على الإذن وعلى الرخصة أن في مزاورة فهو حارس عشوائي يعني تتطاو على هذا الميدان يعني العلاقة وربما تنتح الصيفة وفي وضع يخالف القانون والحال أنه كل شوارع وكل أذقة وعلى امتداد توراب الوطن وخاصة في المدن ربما السياحية وفي مناسبات معينة في الصيف مثلا أعطي المثال في يوميا بعض هؤلاء باش ما نكونوش ما نسقطوش فخد تعميم كي تعملوا بابتزاز بالدفاع وبعشوائية وبعالمواطنات والمواطنين وهذا شيء تتسبب لنا في مشادات قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه إلى متى سيظل المواطن يعني في احتكاك مع هاد الناس اللي عشوائيين واللي كيفما قلت كي يمارسوا البتزاز وكي يمارسوا التضييق على الناس والأستاذة لا بغينا نشدو هذا المواطن كي ما قلنا هو موضوع يعني سنادور يبغينا نقول بداري رقصة نشدوك لا غادي نعطيه الحق للاخرين غير نتفعلوا في هذه النقطة حق المواطن حق المواطن غا نعطيه الحقوق للجامع للجامع نهضروا على المواطن ونهضروا على الحارس وخبصة في عشوائي أولا يعني ما كيش واحد إيطار قانوني يعني واضح وتحدد المهان دي الحراس الحراسية ما كيش يعني غياب مجموعة متغارس يعني كين مجرد كما قلت أن الفصل المياه اللي تعطيه صلاحية لدي الرئيس الجماعة باش أنه يمنح يعني تفويت لشركات الأخاص معينين للمقصة استغلال المنطقة لكيراء وفرض رسم أو إتاوض في غياء إذا ما بالنسبة من غير هذا الفصل لا توجد فصل في القانون المغربي يعني تمكن أنها تتضر على الوضعية دي الحراس أو المخالفات التي قد ريقولها ولكن في الواقع العام نحن تقوله دائما أنك هناك سياسة جنائية يعني سياسة عامة في القانون يعني هو قانون يعني في واحد نوع من المرونة يمكنك أننا نخليه نضيع الجانب الاجتماعي لأننا سلقى واحد من وعد الناس ما عندهم شو حد الكسب ما عندهم شو حد دخل إلا حراسة سيارة فهذا الحالة أنا بنسبة لي يعني كبحث قانون تقول أن ممكن تكون واحد علاقة تعاقلية يعني تجي تترقم السيارة قادرة تجي طريقة يعني مأدبات يقولك أنا رح أتترق السيارة وغا تفتي تقضي أغراض تجي تتطيع واحد المبلغ متفق عليه يعني يعني تكون واحد رسم أو واحد المبلغ يعني عادي جدا موقع به هنا بتكونش إشكال 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 بتكون تجاوزات من الطرفين يعني تكون نوع نوع من نصف بحث معنا حالات مدينة لو بغنا نقول مدينة مراكش أن تعريفة ديال رقم السيارة وصلات الخمسين درهم تماما يعني يعني كنا هات أمور واحد الوسائل هذا الشيء أنا عينتو بشكل شخصي يعني ماشي خمسين ولكن ثلاثين درهم وبوحد طريقة يعني فيها كيف ما قلنا البتزاز وفيها التضيق وفيها فرض فرض واحد النوع ديال السلطة المعينة في نفس الوقت نحنا يعني طبعا ومهم جدا أنك تقارب الموضوع بشكل متوازن هادو بيوت مفتوحة هادو أرزاق هادو أشخاص ما عندهم حتى مورد رزق من غير هاد الباب كيفاش نوفقه أنا دائما نقول أن الإنسان المتازن يحاول أن الموضوع لا يحاول يخلق نوع من استفزاز لأن دائما نقول في جميع الميادين حصا المتعلق بالقانون متعلق بالجارمة يعني شوية العافية شوية العافية يتعال الغابة كاملة يعني من الأفضل على أن أي واحد يحاول يكون نرزين يحاول الأمور يعني يخذها بالقل واش نحقك أنك يعني تخلي نرقن في البلاصة شنية واش عندك رخصة نسولها بالمحد نوع دي الأداء شنية ونوع دي تسعير واش كي نوع دي الأداء وشنية الضمانات التي تخلي لها أنها تتقابل أو ما تتقابل وصي نحطها في البلاصة أو ما نحط يعني يعني ما كان شهد شيتي ولي 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 فاعتقادي أستاذ بوخلي فرا صعيب نخلي وهذا نسألة يعني الطرفين ما هي تنائية خصية الطره وينضمها القانون ويحسم في تفاصيلها لأنه لا نستطيع أن نضمن يعني أشخاص بروفايلات لا بنسبة المواطنات ولا بنسبة الحراس سيارات يعني الخطر هو أن نخلي الاحتكاك التنائي خارج أي إطار قانوني كانت تكون يعني بوسائل التواصل الشمعي حملات يعني 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 أن إنسان رحيس تشهير وتدري صور دي المواطنين ينطيع تحتيف حجان يجي وتشهير يعني إنسان يكون معاق وغير عارف بأن هنا قانوات الدولة دولة مؤسسسة يعني تعرف دولة مؤسسسة يعني كان جهات كان السلطة القضائية كان النيابة العامة يمكن الشخص سيتقدم بأي شكاية لا كان عرضا أي وسيلة يعني يعني يرى النيابة العامة بناء أن الأفعال تقدر تكيف عند سلطة تكيف أنا دائما تقول بأن هي مؤسسة تكيف مثلا يقدر يبلى بأن التهديد هذه أفعال تشكي الأفعال تهديد أو مثلا تجيب مثلا الساس وهذا ما عصا عندك حمل سلاح بدون مبرق عن كان ناس مشاو فعلا القضاء تكلم للحملات الرقمية كانت عيقت كانت حملة وحدة خرار فيها الهاشتاك ديال ما عندك شلب قهرت وكان ناس مشاو القضاء وناس وصلوا حتى القضاء يعني القضاء الإداري وأنصفهم بمعنى أن خاص الأمور تقنن على وجه الصور بالنسبة بالنسبة للتوضع بالنسبة القضاء الإداري الأمور كانت يعني الشركات تماما يعني أن الرقم أمور خاص صحيح كان أن لكن أحكام في قضاء إداري بشورة وإيدها كذلك المجلس على سابقا ومحكمة الحالية تدخل بأن لاحق هو عمل غير نشروع لا يوجد أن تحبس السيارة هذا نوع من أنواع أن تتقيدي الحرية وإن الحرية تنقل إلى حرية للسورية لا لدي الحق وإن حسن فيه وخاص القول الآن أنا كنت أتجاوز ترجعوا من نسبة الحراس العشوائيين أن الحارس أو الشخص يقدر من الشرارة تحول جانبات والتي تهديد جرائم قتل موثاقة في مجموعة من الجرائم الورقية أو الرقمية جرائم مصلة لأن لا تعرف لحد من نتيجة الفعل تبقى عرف راسو فين يبص لأن أنا أقول إن تابع مسألة سعيدة بثائف تتبلد الناس بأن سيطة يعني لن يقول لن قتل في طريق سنحبس في جناية تتولي في جناية عرق على الطريق ليس تتول حاف جناية من عقوبة لها تدري من خمس سنوات إلى عرس سنوات يعني الأمور سنوعة وفي الناس خضرة لها أنا صعيبة لك أن تلقى لك يعني أنا تنظر يعني تل هذا الحارس عنده توقف تكون عنده ضمانات ما تلقى في عنده في مسألة دي التسول يعني غير يقول لك يقرر يقول واحد بأن هذه مسألة كيف تتسول إلا مثلا أن هذا الحارس العشوائي تطلب مبالغ الحل هو القانون يكون مفصل ويجيب على كل هذه الأسئلة ويتفاعل مع كل هذه الوضعيات شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر البخ المهامي بهيئة ضال البيضاء شكرا لأن تسطيل المضامين في موضوع متشعيب معقد وبنياوي شكرا أيضا على التوازن الذي قربت به هذا الموضوع